بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 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 وعلى مغلثه ورحمة العالمين تكلمنا قول ذلك عن صلاة الجمعة وأهميتها وأهمية التبكير إلى صلاة الجمعة إن شاء الله سنكرر هذا الكلامه عن هذا الموضوع لأهميات القصوى فهتكلم ثاني عن أهمية تبكير إلى صلاة الجمعة والخسرات الكبيرة جداً ويخسرها اللي بيتأخر عن صلاة الجمعة متعمت بعد ما يطلع الإمام عن الممبر أو بعد ما يصعد الإمام عن الممبر أول شيء أول خسارة بيخسرها الشخص المفرد ده الإنسان بيليه بيتأخر بعد ما يصعد الجمعة أو بعد ما الإمام بيطلع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحديث صححه الإمام الترميزي الحديث صحيح من بكر وابتكر ومن غسل واختسل وبكر وابتكر ودهن من طيبي أهله ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر قيام سنة وصيامها نقول الحديث ثاني من بكر ومن غسل واختسل وبكر وابتكر ودهن من طيبي أهله ومشى ولم يركب الرسول صحيح حتت هنا شروط لحصول على السواب الكامل غسل واختسل يعني العلماء اختلفوا قال له غسل نفسه وغسل زوجته وبعضهم قال غسل نفسه غسل رأسه وغسل جسده لأن أهمية الرأس لأن هي الأساس أنسان ما بيه يختسل بيسكب الماء على رأسه ثم يسكبه على الجسد فالرأس والوجه هم أشرف هم أشرف مكانين يعني أظهر أمام الناس فالاهتمام بهم يعني واجب حشان كده غسل واختسل أي غسل رأسه وغسل جسده غسل واختسل وبكر وابتكر العماء له بكر وابتكر يعني خرج موكرا وقت كافي قبل ما يصعد الإمام على المنبر وابتكر أي دخل إلى المسجد موكرا وجلس في الصفوف الأولى من الإمام قريبا من الإمام منغسل واختسل وبكر وابتكر والدهن من طيب أهله الدهن من طيب أهله يعني يحط طيب أفضل نوع الطيب اللي بيستعملها عند اللقاء الزوجي عندما يأتي أهله الطيب اللي أنت بتستعمله ساعة اللقاء الزوجي طبعا لأن الإنسان بيحب يكون في أحسن صورة هو مع زوجته فيستعمل نفس هذا الطيب في صلاة الجمعة لأن هذا اليوم يوم عيد يعني يوم الجمعة ده يوم عيد عشان كده إنسان بيتطيب يلبس أحسن للثياب يتسوك يعني من السنة من السنة الهامة جدا أن كده تستعمل السواك قبل ما تروح الجامع يسوك في إيدك على طول يعني ببعض الناس بيبقى السواك في إيده وهو واقف الصف يستخدم السواك لأن السنة عظيمة جدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم طرد ناس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث لاس أشد على الملكين المصاحبين عبد المؤمن أن يرى من أن يرى بقايا طعام في ثنايا صاحبهما أشد علي من الملكين منهم يشوف بقاطع فبقى لك بقى في صلاة الجمعة يبقى أول شيء تغسل وقتصل وبكر وابتكر وادهن من طيب أهله ومشى ولم يركب دي نقطة هامة جدا في كتير من الناس يعرفوها إنك لازم تمشي لصلاة الجمعة تركب شاب شوف الصابر العظيم كان له كل خطوة يخطوها أجرى قيام سنة وصيام يعني في بينك وبل المسجد مئة خطوة هيتحطف ميزانك يوم الإيامة مئة سنة عبادة مئة سنة صيام ومئة سنة قيام مئة سنة صيام ومئة سنة قيام صحابة عظيم جدا صحابة عظيم جدا إنه لها من خسارة فديحة كبيرة لا تعوض الناس اللي بتتعمد وتروح بعد صلاة بعد ما الإمام يطلع على المنبر تصور أنه يتحط في ميزانك يوم الإيامة مئة سنة صيام ومئة سنة قيام الميزان يبقى شكله يوم الإيامة وقد إيه الخسارة الكبيرة جدا اللي بيخسرها المحروم المفرط اللي بيروح بعد ما الإمام يطلع على المنبر فشيء محزن فعلا شيء محزن جدا جدا إن الناس النهاردة أصبحت تتكاسل وتتهوم بالسنن وتتهوم بالصحاب العظيم هم ما يعرفش إنه أحاب كداما يوم القيامة هيندم بأشد الندم ما في محسن اللي حيندم على إنه ما كانش أكثر إحسانا ما ببالك بقى بموسيق يعني المحسن هيندم لأنه هيندم على حالات الضياحة ففي تضيع أكتر من كده لما تضيع عشرات السنوات من العبادة من الصيام و القيامة حتى تضيع تحطك ميزانة كيبق الأيام في أكتر من كده خسارة الخسارة التانية القرب من رب العالمين يوم القيامة في حاجة اسمها يوم المزيد زي ما نزد الضبط إحنا كنا من نروح الجمعة من صيلة الجمعة من نخرج هنروح السوق هيقابلنا رب رب سبحانه وتعالى حيقابلنا في السوق في يوم قلة هم المزيد المؤمنين هيزدادوا في كل شيء في هذا اليوم في الجمال في القوة في السعادة في جمال الملبس في كل شيء عزداده عشان كده يسمى يوم اليوم المزيد فيجتمع رب العالمين بهم في صعيد الجنة وهم مشين رحمين صعيد الجنة هيعدوا في كسبان المسك ويخبطوا في كسبان المسك فينتشر المسك في أرجاء الجنة سما يأتي الله رب العالمين ويتنزى من علائه ويتكلم مع أهل الجنة كما يتكلم معنا كما يتكلم أنا معكم الآن فيقول يا عبدي تذكر الذنب التي فعلته في اليوم كذا وكذا فيقول نعم يا رب ويتحك الرب ثم يقول يا عبدي يا رب ألم تخفر لي قال نعم فيجلس الناس رسولة حسنا يقول إيه في الحديث يجلس الناس يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعة يجلس الناس يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعة يعني يوم القيامة يعني في الجنة على قدر ترواحهم إلى الجمعة يعني زي ما كان بيجلس في الترتيب في الصفوف في المسجد هيجلس أمام رب العالمين وهو بيتكلم معه فيجلس أصحاب الساعة الأولى التي كانوا يقتون في الساعة الأولى كما كان رسول الله عليه السلام على منابر من نور والذين كانوا يقتون في الساعة الثانية على منابر من ذهب والذين كانوا يقتون في الساعة الثانية على منابر من فضة والذين كانوا يتأخرون سيجلسون على كذبان المسك في سوف الخلفية شوف بقى تصور الفرق بين اللي بيجي بدري هيعود على منابر من نور او منابر من ذهب قريب جدا من رب العالمين شوف بقى المتعة من رب العالمين سبحانه وتعالى جميل جدا 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 بقى هتخسر ايه اولا هتخسر المتعة العظيمة جدا جدا تصور من صحة هذا المثل يعني وما يكون واحد حجز في مكان في مصرح او لا في حاجة طبعا مش هنتكلم عن حرمة المصرح ولكن ده موضوع تاني ولكن هل بنضرب مثل واحد قاعد لوج واحد قاعد بلكون واحد قاعد صلاة واحد قاعد في اول الصلاة واحد في اداخل الصلاة الفرق في النظر بيبقى ازاي ولله المسؤل الاعلى سبحانه وتعالى شوف بقى لما تبقى انت قاعد على منابر من نور قريب جدا من رب العالمين حتى تمعتها ازاي برؤية رب العالمين وحتاخد ايه من نوره يعني ده يوم المزيد حتى ازداد في الجمال يبقى اللي هيقعد في الصفوف الاولى هيزداد في الجمال جدا 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 جدا. هيرجع نوره كالشمس. والنور اللي انت هتكتسبه في هذا اليوم باقي. لاني هتأثر لاني هضيع بعد كده. مش زي في الدنيا اللي لسان اللي في وقت بجميل وفي وقت لما يطلع الشمس ويمرهق ويصمر. لا لا. الجمال اللي أنا بتاخده بيزا. يبقى اللي لسان اللي اللي هتقعد في صفه الأولى دي هتزداده. هتزداده. هتزداد جمال ومتعة. لانه هيكون قريب جدا من رب العالمين. الناس اللي هتقعد في وراه هتحرم انه هو بع عن رب العالمين. مش هياخد من رب العالمين او انه مش هيتمتع زي ما هيتمتع اللي هتوقع في صفوف الأولى. وفيش هياخد من نور رب العالمين الآن هتقعد في صفوف الأولى. عشان كده الصحابة كانوا بتتقاتل. على دخول المسجد. سيدنا عبدالر لابن و صعود يدخل. كان بيعد الناس اللي الـ أربعة من الله ببعيد عندما دخل في ترتعة سبقوه قال لي هم سيكون الرابع في الترتيب في القرب من رب العالمين شوفوا بيحسبوها إزاي منذ وقتين الناس ولا في المغى تيجي ببادي بتأخر وبابا يبقى مصليه بقائف ببرة ما هذا يعني أنا مش عارف أقول إيه بصرا إنسان يقاتل يقاتل أنه هذا مبكرة مبكرة للمسجد بدي الخسارة الثانية وتخسر القرب من رب العالمين في الجنة وتخسر أنك تقعد على منبر من نور وتخسر أنك تقضى قريب جدا من رب العالمين وتتمعته بنزل النور وتأخذ من هذا النور وتزداد جمالا وقوة وترجع إلى زوجتك وإلى قصورك في الجنة فتقول زوجتك الله أنك تزدد جمالا على جمالك haven't got it هذا يوم المزيد الزيادة في الجمال ستختلف من واحد لواحد لأن كان يقواب فقريب من رب العالمين سيتمتع ويأخذ من هذا النور العظيم. هتخسر قطوات المسجد. هتخسر مئات السنين من العبادة. او الاف السنين من الصيام والقيام في ميزانك يوم القيمة. ودي خسار فضيحة. الخسارة التانية. هتخسر القرب من رب العالمين. وهتتمتع بهذا النور العظيم. والجلوس على منابر من نور او منابر من ذهب. وهتخسر الاغذة من هذا النور. الذي يعطى لك. مش لاش انت مثلا. هتتمتع به. زوجتك هتتمتع به. و اهلك سيتتمتعون به. ايش خسارة التالتة. تخسر بدنة او بقرة. نصرح سنقول الذين يأتون في الساعة الاولى يكون لهم يكون كمن قدم بدنة. والذين يأتون في الساعة الثانية كمن قدم بقرة. والذين يأتون في الساعة الثالثة كمن قدم كابشا اقرانا ام لحا. والذين يأتون في الساعة الربية كانت كمن قدم دجاجة. والذين يأتون في الساعة الخمسة كانت كمن قدم بيضة. فإذا جاء فإذا صعد الإمام على المنبر طعبة الملائكة الصحف فهو جلست تستمع تسمع الزكر تسمع الخطبة يبقى إذن الويجي المتأخر هيفقد البدنة أو البقرة اللي هتوضع في ميزانه هنا بالقيامة يا رب الله سبحانه وتعالى بيضاعف اللقمة يجعلها كالفلوة الحسن يا رب الله سبحانه وتعالى بيضاعفها يجعلها ألف ألف حسن حديث عن أبو هراير واحد من التابعين عندما سمع سيدنا أبو هراير يعني سمع هذا الحديث مكنتش مصدق أن الله لا يضاعف الحسنة بألف ألف حسنة فعايزة تأكد فسأل فين مين بيروي الحديث ده قال له أبو هرايرا فين أبو هرايرا في العراق راح له العراق ملاقهوش في العراق طب فين أبو هرايرا قال له ده راح يحج راح وراح وراه الحج شوف الحرص حرص التابعين صحابهم بعدهم التابعين على الخير الغالث ما لقاه في الكعب بيطوف قال له أنت بتقول الحديث الغريب أن الله لا يضاعف الحسنة بألف ألف حسنة يوم القيامة يعني عملت حسنة بالوقتي ربنا سبحانه وتعالى فانجاء أبو الحسنة في العشر أمثاله لا ده في نسبة يتبقى مليون حسنة قال له يقال له والله إن الله لا يضاعف الحسنة بألف ألفين حسنة يبقى لك بقى لما أنت قدمت بدنة لميزانك يوم القيامة ورابنا سبحانه وتعالى بارك في هذه البدنة كيف تكون يوم القيامة ده دي خسارة التالتة خسارة عظيمة خسارة الربعة السبق إلى الجنة هذا كما قال رسول الله سبحانه وتعالى لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى يصمم من هو يتأخر كل مرة يجي بعدما الامام يطلع يؤخروا في دخول الجنة يخشوا الجنة متأخر من درجاته في الجنة مواطية منخفضة لا يصل إلى في الدوس الأعلى ويحرم من هذا السبب العظيم لأن السابقون السابقون أولئك مقربون من هم السابقون الذين يسبقون إلى السلوات خمس موظمين على الخطوات الخمس في المسجد موظمين على الجمعة مبكرا يذهبوا إلى الجمعة مبكرا قبل أن يصعد الامام فاتقوا الله الناس اللي بتروح الجامعة بعدما الامام يطلع على المنبر اتقوا الله أنت بتخسر خسارة فدحة أنت تدمر أنت تضيع مليارات مليارات الحسنات سنين مئات السنين من الصيام القيام توضع في الميزان الكلام قبل أن تعرف مدى هذه الخسارة إلا هو من قيامها عندما يعني تنظر وتعمل مقارنة بينك وبين الناس بينك وبين الناس اللي كانت مواصبة على الذهاب مبكرا إلى الجمعة ستندم أشد الندم يوم القيامة لن ينفع الندم سعيد لن ينفع الندم لن ينفع الندم فاتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أنه يكرر الناس اللي بتروحوا لتأخر قبل صوات الجمعة بعد ما يطلع الإمام على المنبر اتقوا الله واذهبوا مبكرا وحاولوا تعاملوا السنن من الغسل والتبكير ووضع والتزين ولبس وضع الطيب والتسوق ولبس أحسن الملابس والمشي يعني يجب أن تمشي ولا تركب إذا كنت عايز تحصل لها الصواب العظيم تمشي وتروح مبكر قبل ما الإمام يطلع على المنبر قل قولي هذا واستغفر الله لا أتغفر الله أتغفر الله شكرا